موسيقى موجز لأهم الأنباء من الجزائر الدولية لقي مئات الأشخاص حدفهم وأصيب عشرات أخرون إثر زلزال ضرب المغرب ليلة الجمعة إلى السبت متسببا في أضرار جسيمة في المباني السياحية وحالة ضعر بمراكش ومدن أخرى وأظهرت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية مقتل ألف وسبعة وثلاثين شخصا وإصابة أكثر من ألف بجروح من بينها أكثر من مئتي إصابة خطيرة وأشار المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريشتر حضد مركزه في قليم الحوز الواقع حوالي 72 كم جنوب غربي مدينة مراكش ووصلت ارتداداته إلى بعد 500 كم من مركزه إلى ذلك قررت السلطات الجزائرية وسبت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين على إثر زلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية بيان عن الرئاسة الجزائرية ذكر أن السلطات الجزائرية العليا أبدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي في حال طلب المملكة المغربية ذلك أكد وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف أن ردود الفعل على مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص الأزمة في النيجر كانت إيجابية جدا عطاف في حوار مع قناة تيرتيا تركيا ذكر أن تطبيق المبادرة الجزائرية يقتضي مساهمة الإقلابيين في النيجر وأن موقف المجلس العسكري الحاكم في النيامي طلب مزيدا من الوقت للرد رسميا على المبادرة الجزائرية نفأ الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون بلاده على حفة الإفلاس ودعى محافظة البنك المركزي لبلاده مروان العباسي إلى طمأنة التونسيين وتوضيح حقيقة الأوضاع الملية لتونس سعيد في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مقر البنك المركزي التونسي تهم أطرافا من دون أن يسميها بالهشر الأخبار عن إفلاس الدولة بهدف تشكيك في قدراتها متوعدا بالتصدي لمن وصفهم باللوبيات والخبراء والأبواق المأجورة والمسعورة سعيد أكد قدرة بلاده على تجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة تونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت وفق تعبيره انضم الاتحاد الأفريقي رسميا السبت إلى مجموعة العشرين في خطوة يرى فيها المجتمعون في نيو ديلهي مؤشرا لاستعدادهم على تقديم التزامات ملموسة لصالح البلدان النامية وأعلن رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي الذي تستضيف بلاده قمة هذا العام في نيو ديلهي في كلمته الافتتاحية عن موافقة أعضاء التكتل بالإجماع على تمكين الاتحاد الأفريقي من العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة العشرين وانتقل رئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين قالت وزارة الدفاع في أدربيجان اليوم السبت أن القوات الأرمينية أطلقت النار على قوتها ليلة البارحة وأن وحدات من جيش أدربيجان تخذت ما أسمته إجراءات تقامية وعضفت الوزارة أن الوحدات الأرمينية فتحت النار من أسلحة خفيفة على جنود أدربيجانيين في سادارك شمال ناخت شيفان التابعة لأدربيجان على الحدود مع أرمينيا وتركيا وإيران ختم المجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر